السلام عليكم كديري اللي باسئ اليكم كنتم ان تكونوا باخر يا رب ان شاء الله انتم او الناس اللي ازازين اليكم اليوم ان شاء الله سنتكلموا الى الموضوع المغسل كما نسمو لفا بو او الفاسك اشنا هو الاختيار الاصح والاختيار مناسب للحمام ديالي و كيفاش نحصل الاختيار كيفما كان اعرفو كينين بزاف دي الاختيارات كين لفا بو كما كتشوفو معي العادي اللي معروف اللي عندو الرجل كين عنا لفا بو اللي بحاله ولكن ما عندوش رجل يعني كيكون اه معلق اه سسبوندو في الحيط كين اه بحال هاد النوع كذلك اللي كيقولولي احنا ان البرميل او لا كيكون مصيب برخام و عندو الرجل اريضة واقفة اه كين بزاف ديالانواع كين الفاسك اللي كيتبوزها فوق من الرخامة او لفوق من من اه كين عندو الموبل اللي ما كتشوفو معي و اللي ولا كيتستعمل بزاف يعني سواء من ام دي اف اللي اصلا او لما تشوفو اللي اللي كتحارب الماء يعني ضد الماء كين عنا لفاسك اللي كيتبوزها و كين عنا لفاسك اللي هما اصلا مصيبين من من الرخام يعني كين العديد من الاختيارات واللي فصراحة كتحير الواحد و كيبقى يفكر بزاف تلمرات وش ندير هادي وش ندير هادي واش في التامان غاي تقامو عليها بحل بحال أول شيء سأقول لكم لكم الحمام الذي يريدون أن تصيبه للطياف يعني يريدون أن تصيبه شيئا كاليتي وشيئا الذي يدخل للطياف سيسوي لكم وكيف تصيبتوها لديكم أختيارات هذه الأختيار التي تشاهدون معايا لأن الفس يكون كله برخام لكن عندما تشاهدون معايا يظهر الثمن غالي وكيف تصيبه يكون غالي ولكن يكون راقي وزوين ونجدون أن تشاهدون الكثير من الحمام وكيف تصيبه هذا لا أرقى اختيار بالنسبة للحمام الذي يريدون أن يكون هماوي وانا شخصيا فأنت ترى الحمام في السفلي مع الحمام البلدي مع البلاسة التي كانت في الحمام البلدي ترى أن ترى وفي السفلي ويقوم بلد ويقوم بلد ومع الماء وكيف يمكن أن يتعلم ونجد أن ترى الأختيار الذي ترى في الدار ثاني اختيار ترى الأختيار ثاني اختيار ويقوم بلد ويقوم بلد ويقوم بلد ويقوم بلد ويقوم بلد ومع الماء فعلى الماء في بعض الأشكال وعض الألوان أنا أفضل أنه دائما تأخذوا البيض ودائما تأخذوا في الروبينيات الكرومي لا يتلعش في الراس ولم يتدموه ولكن تنتم من الناس اللي يزيد اليوم يبدلوا كل مرة يبدلوا فأخذوا ذلك الشيء اللي غادي يولنكم وغادي يمشي لكم مع الاختيار ديالكم وفي هذا الاختيار ديال الفاسك أبوزي اللي تحت فوق من من الخامة فعندكم يعني يوجد اختيارات تقدروا هذا الاسباس اللي تحت منه تخلوه فارغ يعني خاوي لما كنتوش محتاجين عندكم فين غادي تديروا الأشياء ديالكم أو كيفما تقدروا تديروا تحت منه موبل يعني مصيب بالمدف او 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 تقدروا قاعد تصيبوه بلعود ماسيف يعني الشان او اللاتر كي يجي راقي وكي يجي زوين وكي يجي عاطي اللعين وكي يجي واحد المنظر فيه يعني غزال الثالث اختيار وأنا غادي معاكم بالترتيب هو الموبل الموبل بحل اللي تشوفوا معايا هنا يعني كي يكون معلق كي يخلي لكم تسع في الحمام ديالكم كي يكون فيه لغانجمون كمشو معايا في الفيديو ديال خودع الحمام اكبر فلموبل كنكونوا مستغلين الفاسك الجوش الحويج اننا كنغسلو فيه يعني كفاسك وثانيا كنخزنو فيه الفوطات ديالنا الحويج ديالنا اللي كنستعملوه في الحمام كذلك كي يجي اختيار زوين وخصوصا لخدينا ماركة معروفة وشكل كي يكون زوين من نسبة الاختيار اللي كيجي من مورة الموبل فهو تديرو لفابابو هاد الاختيار تهو ملائم وتهو كيجي شيك الانكونوينيون اللي في انو كيشد لنا الماء والاوساخ في الجنب ديالو كان واحد نوع اخر كيجي من تحت من الرخامة ولكن ما كيجيش عاطي العين كيجي كيجي اذاك لفابابو فغي مو مقموة وبحيل لها بتلتحت ما كيجيش عاطي في العين هذا كيجي عاطي بار كونتر ولكن الانكونوينيون ديالو السيلبيات اللي عندو انو كيشد الاوساخ وحتى الماء اللي تكفح لنا في الجنب كي يصعب علينا اننا نجمعوه زيادة على ان هادك الطرف كامل اللي كنديرو فيها رخامة فحنا كنشريوه ولكن كنخلصوه المورخم ولكن مني كنبغي ونركبو هاد الفاسك هادك هادك الارخامة كاملة كنضيقوه فيها وكتمشي كنولي انا شاري مثلا رخامة فيها مترو الى 80 او مترو ونصر الى 80 او انا رغنستغل منها واحد شوية ولا بلوب بغضي لديك هادك الخامة كله غير يضيء نقدر نستعمله في حاجة اخرى ولا غادي غير يمشي ما هي الاختيار اللي من موره لانكاستخي فكي يحيي هاد الاختيار البرميل او للافابو العادي اللي كنعرفو انا شخصيا ما كن حبيتش هاد النوع ديال للافابوهات حيث كيبغيوا التساء بزاف الحمام وكيبغيوا اننا لانجمو يكون اننا بلاصو فين غنجرو مقايا يعني كيش دولينا لاسباس كبير ومساحة كبيرة ومساحة كبيرة وشوف دلين يعني كعمروا لاسباس ولكن لا نستغلوهم لأننا نستغلو فيهم شي غنجمو وكي عمرو لنا الاسباس يعني هدو يبقى اختيار موجود في السوق ولكن شخصيا ما لا أحب حب بالنسبة للاختيار اللي انا في الدار فهذا اللي كتشوفه معايا درشوف البلصة ديال الضياف يعني اللي احدها الصالو الكبير ديال الضياف هذا درشوف السفلين اللي فيه الناس يجيوا معنا بالكترة ودرشوف فيغ غواتيمالا الرخام ديال فيغ غواتيمالا درشو معاهد زليج اللي كيباليكم ديال الحمام البلدي وجه الصارحة راقي وزوين ومن بعد غنشارك معاكم عدة معلومات على هاد ليفاسك هادو وسمحوا لي على هاد الغبارية هادو الفيديو الواحد اللي قدرت تلقى في التاليف والاخرين ما اعرفتش فين طارو غادي نشارك معاكم هاد الحمام بالضبط هاد راها تفينة يعني تكمل تادوك البيبان ديال التحت من هادا حدرت لي البيبان ديال اللي من يوم غنشاركوا معاكم المرايا نتمنى هاد الفيديو المختصر يكون فادكم ولو بشوية ولو تعرفوا بغيئ الى شنو ما الاختيارات وانا راكلا سيتوم لكم من طوف واحد حتى الاخراني نتمنى تستفدو منهم ولكن شوان تغسر ان شاء الله نشارك معاكم الايجابيات والسلبيات ديال كل نواب خليسكم في امان الله انطلقوا في فيديو جديد ان شاء الله